اشتركوا في القناة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية عقدت اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية بمقر وزارة الداخلية تحت رئاسة القاضي رئيس غرفة بمحكمة النقد اجتماعها يومه الخميس 2 مارس 2023 خصص لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم فوج المجندين المقبل وأوضح المصدر ذاته أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المركزية السالف ذكرها استخراج لاوائح بأسماء المجندين ذكورا وإناثا المدعوين لتكوين الفوج المقبل مع الأخذ بعين الاعتبار للتصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة وإحالتها على السلطات المذكورة في أقرب أجل قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك وأشر البلاغ إلى أن عملية الإحصاء المتعلقة بالخدمة العسكرية استعدادا لتشكيل الفوج المقبل للمجندين أسفرت عن إحصاء ما مجموعه 149,595 شابا وشابا منهم 17,517 شابا اشتركوا في القناة